عايز اطلع لحاجة سريعة جدا قبل ما اطلع لفاصل تعالوا بصوا كده على ارقام كولر مع النادي الاهلي ارقام كولر مع النادي الاهلي كولر الاول معه ضد الزمالك هو لعب اربع مبارد ضد نادي الزمالك لعب لقاء سوبر مصري في الامارات كان ساعتها بيدرب الزمالك فيريرا الاهلي كسب 2-0 وده كان اول بطولة سوبر ليه كولر مع الاهلي لعب مع الزمالك في الدوري وكان ساعتها برضو فيريرا هو المدير الفني للزمالك كسبه 3-0 فده تاني فوز لكولر مع الاهل ضد الزمالك نروح للمباراة الثالثة كانت في الدوري الدوري التاني كان ساعتها أسوري هو المدير الفني للزمالك وكسبه 4-1 ودي المباراة الرابعة جميز مدرب الزمالك كولر كسبه 2-0 يعني كولر كسب الزمالك 4 مباراة متتالية أحرص 11 هدف دخل مرمى هدف وحيد وكسب تلك مدربين تولوا تدريب الزمالك أرقام قياسية مهمة جدا نركز عليها عشان ندي كل واحد حقه نروح كمان لبطولات الأهلي مع كولر في الفترة الأخيرة بصوا جماعة مع كولر الأهلي كسب دوري كسب اتنين كاس مصر على مين على الزمالك وعلى بيرامدز بصوا اللي بعده كمان كسب تلاتة سوبر مصري تلاتة سوبر مصري على الزمالك وبييرامدز وفيتشر في الدورة الربعية كسب دوري أبطال إفريقيا حقق برونزية كاس العالم للآن دي حاجة أخيرة ده الكلام ده على فكرة جماعة بصوا قد إيه ده في سنة ونص أو أقل يعني الأرقام دي في سنة ونص احنا جنب نحسب فترة أربع سنين أو خمس سنين أو عشر سنين ولا مشروع مثلا بقاله خمس سنين بحققاش حاجة لا ده احنا بنتكلم في سنة ونص أربع مباراة قمة كسب الزمالك ويحداشر هدف شوفوا كان بطولة سبع بطولات سبع بطولات طيب على فكرة كمان من النقاط الإيجابية جدا مجلس الإدارة الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب منذ أن تم انتخابه في 2017 حتى عشرين أربعة وعشرين مرة سبع سنين اتحقق كان بطولة سبع تاشر بطولة أربعة دوري تلاتة كاس خمسة سوبر مصري تلاتة دوري أبطال إفريقيا اتنين سوبر إفريقي تلاتة برونزية كاس عالم أندي لك الفخر أن تشجع النادي الأهلي وأن تنتمي لهذا الكيان الكبير